العيب والعادات والتقاليد اللي كنا نعرفها من أيام زمان ثقافة العيب ثقافة العيب من أيام جدي وجدك ستي وستك كان في بعض التصرفات اللي كانت تعتبر عيب كبير وكانوا أهلينا يربونا عليها على أنها عيب على أنه ما بصير نعمل هذا التصرف أو ما بصير نتصرف كان في احترام زائد خليني قول احترام زائد نعم كان في تربية صالحة التربية اللي علمتنا الاحترام هلأ لألك شو يعني أيام زمان كنا نعرف بأنه ممنوعة تحط رجل على رجل قدام إنسان أكبر منك أو قدام أمك وأبوك أو حدا من كبارية العيلة ممنوع تدخن قدام أخوك الكبير أو قدام أبوك أو قدام أمك كمان لما بدك ترن باب البيت هايلي قول هايلي هلأ موجودة لما بدك ترن باب البيت ما بتوقف لوش الباب بتعطي ظهرك ليفتحوا لك أهل البيت وتعرف إنه اللي عم بيحكي معك زلمة إذا كنت إنت زلمة بتدير وشك وبتحكي معه حتى ما تتشوف أهل البيت هايلي هاي ما فهمت عليك يعني يعني شو بتبرمي ضهرك بتفتح البيب لا إنت اليوم بدك ترن الجرس بتعطي ظهرك بترن الجرس وبتعطي ظهرك وكيف بدي يعرفوا العالمين جايين لا إلا ما بدك تحكي بتحكي وإنت وشك مش لأهل البيت هايدي من الزمن يمكن تفتح لك ست ممكن تفتح لك كذا ومش ضروري كمان إنت تكشف أهل البيت عيلة هلأ موجودة هايدي هايدي عادة وبحترم الناس اللي بيعملوها عادة قديمة جدا ولا هايدي اللي عم نحكي فيه هي مش عادة ترى هي لا 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 كانت كانت نوع من أنواع الأخلاق والدين أنه أنت ما بصير تقلع هايدي كانت سابقا هلأ أنت ممكن أن تروح تعامل زيارة لحد قبل ما تقيلوا تليفون قبل ما تتصل فيه لا مثلا هلأ أي شخص مثلا أنت موصع غراض أنت رنيت تليفون على الشخص اللي بيساعدك بالعمارة الحارس لكذا أنه بس يجب لك غراض بيدير ظهره هلأ عم طلتش أنت الديليفوري يعني أي واحد بجيب لك مثلا لا هلأ الديليفوري بكون أنا عارفة أنه الزلمة وصل برني عليه تليفون وبنزل أنا أي إنسان ممكن يرن باب بيتك أي إنسان ممكن يرن باب بيتك كان زمان وما زالت لما يرن باب موظف الكهرباء لما يرن باب البيت ما بيرن وبيتطلع فيك هيك بدير ظهره مرحبا الفلان فلاني موجود بدنا نعمل هيك بدنا نسويك إذا قلت له يا أخي تفضل أو كانت حاطة على رأس المخلوقة أو شي بتحكي معه وش لوش بس من الأداب وما زالت موجودة أنه لما يرن الجرس بدير ظهره الزلمة عشان ما يكشف أهل البيت كاعد يعني أنا هايدي العادة مش افتق إلا بباب الحارف لا 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 هاي العادة كتير هاي العادة كتير بتدل على احترام وموجودة لحد هلأ والله موجودة لحد هلأ على كل من من العادات الأخرى أيضا بأنه كان ممنوع الحكي بصوت عالي لازم دايما نكون صوتك واطي وخاصة إذا كنت كنت عم تحكي بوجود ناس كبار كان في عنا عادات كان في عنا ثقافة هلأ هل بتلاقوا هذا الشي بعدو موجود أم اختلفة العادات صار اللي بيدخين بيدخين قدام الكل صار مش بس بيعدو بيحط الرجل على الرجل بيعدو قدمبتهم يعني بيرفعوا رجلهم كمان على الكنباية بوجود الكبار فهل هاي العادات بعدها موجودة أو لا وشو هي العادات اللي كانت موجودة عند أجدادكم أو عند أهليكم أو عند أبائكم وما زالت موجودة ببيوتكم البعض منا بعضه موجود والبعض الآخر اندثر عيب الأخت تبات عند أختها المتزوجة أيام زمان هلأ شوف دائما نحنا كنا متعودين من نحنا وصغار ما بصير أصلا البنت تنام برات بيتها كان عنا ياها يعني ممنوعة من عم باتا انه البنت تنام عند حدا تاني هلأ تطور شوي إذا بده تنام المفروض انه البيت اللي بتنام فيه ما يكون فيه شب لا أبن خالتها لا أبن عمتها ولا جوز إختها ولا حدا بدك تباتي بتباتي ببيت مثلا فقط فيه بنات أما انه تباتي ببيت فيه شباب هيكان عنا ياها ممنوعة من عم باتا أظن لها هلأ كمان هاي العادة موجودة انه عند الصهر ما من بات بعدين كان فيه عادة هايدي بتذكرها أيام زمان انه عندما يتوفى حدا من الجيران ممنوع كانوا يفتحوا التيفي لا هلأ كانت موجودة كتير صح كانوا يحدوا معهم بس بأعتقد انه هايدي العادة ما بتذكر انه لما يموت حدا بالحارة او لما يموت حدا بالعمارة او لما يموت حدا من يعني قريب لأهل البيت كنا ممنوع نفتح التلفزيون أنا لحقتها هاي ممنوع ممنوع التلفزيون ينفتح لأنه عيب لا هلأ لهلأ بعدها موجودة هلأ آه آه بضل بضلوا يعني حملين واجب آه وكمان أيام زمان كانوا يقولوا ألعاب تسمع اتنين متذعلين وما تصالحهم مع بعض هيأكيد اندثرت ما بدا اتنين يحكوا فيا ولا نناقش فيا هايلأ اذا بتجرب انك تصلحهم مع بعض تطلع انت بسواد الوش ياريت باكل قاتلي ما تجرب ما تجرب ألأ كمان بيقولولك انه عيب ان تكون قاعدين والاستاذ او المعلم يفوت بالشارع والكل يكون قاعد اذا مرأ استاذك او معلمك من قدامك عيب انك تضل قاعد لازم تقوم وتوقف وتسلم عليه او تتخبه ألأ كنا لانه نحترم الاستاذ والاستاذ كان عنا يعني مثال للاحترام والود لا هذا الاحترام واجب هيدا ان كان للاستاذ او لأي لأي احدا كان عنا احترام وكان عنا اشياء هيك من باللاوعي نعملها والله العظيم في عادة انا كنت عارفها هيدا نوعا من الاحترام انه لما يكون واحد اكبر منك بتعيتي له خالي طانت مثلا طبعا هلأ عادة بتعيتي له باسمها هلأ هلأ مش التوليد يعني عادة لا بس شوف لألك شغلية مو دفاعا عن يعني عن هذا يعني ايام لما منقول اونتي انا مش اونتي ناديلي باسمي فيه هلأ ناس بيقولوا لك ما تناديني اونتي عرفت بس انه بشكل عام كنا نتبهدل اذا ردينا عالتليفون الارضي ماما تعيي احكي مع فلاني فلاني قولي خالي فلاني قولي اونتي فلاني فكنا نتبهدل عليها هلأ الانتي اذا بتقللي اونتي بتزعله اولا انا تخير حدا يجي اني اونتي بتزعله انتي اذا هلأ ولد قليك اونتي بتزعله خليها بالقلب تجرح وما تطعها بره وتمضح يعني والله ما عم صدقيني صرت اونتي انو بيكبروكي يعني اذا ندولك اونتي مثلا تحس حالك اني كبرت كانوا من زمان الوالدي تعمل طبخة ما تسأل حدا ما تسأل حدا شو بدا تعمل طبخة يمكن ممكن انو تكون استشارة الوالد مثلا شو رايك عمل لك هالاكلة ما يعارض تعمل الاكلة بدنا نكلها شئنا اما بينا بدنا نكلها ما في طبخة دانية ايه اليوم عم نلاحظ وعم نشوف انو بدي اسأل ابني فلان شو بدي ياكل بدي اسأل بنتي فلاني شو بدا تاكل بدي اسأل الابن الصغير او الكبير كمان شو بده يعني صارت المرأة كمان مضطرة انو تعمل عدة طبخات لطرد العيلة كلها او مثلا في طبخة بيطلبوها لا هاي الاكلة ما بيحبوها الولاد لقيلك طبخة تانية لكملك بعد ما كملتلك الجزء التاني لما نروح نزور حدا من الاقارب يعني ان كان عم او خالق او كذا يكونوا عاملين اكل ما بتحب هالاكل بك تاكلية ما ممنوع تقولي انا ما بحبها بديك تاكلية شئتي ام ابيتي ما عجبك ام هاي حواضر البيت هلأ بالوقت الحاضر هايدي صارت هلأ اليوم المرأة بدهت عامل احساب للعيلي كلها يعني شو عند اولاد بتسأل كل ولد شو حابب تاكل اليوم مسلا كلامك صح مية بالمية في كتير يعني في كتير عادات وفي كتير قوانين كان لكل بيت في قانون مشابه للبيت اللي جنبه يعني كانت قوانين نا واحدة هلأ كل بيت قانون وكل بيت اله سيستم وكل اب وام طريقة بالتعامل زمان كنا لاشعوريا نربع هاي على هذا النظام على هذا السيستم الموجود بالبيت انه هذا الحاضر مش معناته انه وما كان في حرية التعبير ولا انه كان يقتلونا ولا انه كان يضربونا ولا انه كان يسبونا لا 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 اكتر شي ككون قلو هذا الأكل هلأ نحنا كل ياتنا بقرارة نفسنا منتمنى أن أولادنا يأكلوا. أولادنا يدوقوا. أولادنا يجربوا. نحنا ضل شي ما جربنا جربنا كل الأكل اللي منحبه واللي ما منحبه. كنا نأكله بس دخل على جسمنا كان صحي لجسمنا. هلأ تعالى عند الام بتقلك أنا حلمي ابني مثلا ياكل بامل. أنا حلمي ابني ياكل كوسا. أنا حلمي ابني ياكل بيتنجان هذا الأكل كنا نأكله بشكل يومي. صحيح. تلأسف في كتير أشياء ما ما ذكرنيها بها الثقافة مثل السب والشتائن. يعني كنا قبل يعني إذا تطلع من تمنا كلمة سيئة نتعاقب عليها. بدي أحكي كلمة يمكن تكون تقيلة اليوم سبنا عم نشجع أولادنا على الكلام. من علمهم من هنن وصغار وبنعود ومنضحك ومنفتخر. لأ ومنضحك اسمع 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 ابني شو بيقول اسمعي اسمعي بنتي شو بتحكي. الكلمة اللي بدي يقولها يمكن هلأ تكون تقيلة شوي. بس بالزمان كنا نادرا من النوادر نشوف بنتي بتشتم. مش معناتها انه عادي الشاب يشتم لا. بس كنا زمان كتير كبيرة انه البنت يطلع من تمها شتيمة. هلأ صار عادي. صحيح. كنا نبعد عن الام اللي بتشتم ما تاخدوا ما تاخدوا من عندهم ما تناسبوهم. ليه اما لسانة مش نضيف تدرها تسبسب اوعكم تاخدوها هلأ عادي. فيه آآ آآ يأذب هلأ يعني حسيتها شوي اندثرت. يعني مثلا بتذكر لما بدنا نزور إنساني يكون مسلا منعرف ايمتا هي يبتستقبلنا بمواعد يكون زوجها مش موجود بالبيت. ونصدف ودخل زوجها على البيت كلنا منقوم منروح عبيوتنا مش لأنه يمكننا ما بدنا نحكي مع جوزها بس لأنه ما بيزبط أنه يكون مثلا نحن صاحباتها عندها وإجا زوجها نضل قاعدين. هلأ ما في هذا الشي مثلا ممنوع نروح مثلا على بيت صاحبيتنا نععد فيه مثلا وأخوها موجود بالبيت. لازم الأخ يطلع من البيت. ممنوع الأخ مثلا يجيب صحابه الشباب على البيت إذا عنده أخوات بنات أنه ماما أخواتك ما رح ياخدوا راحتهم بالقعدة. أخواتك ما في داعي مثلا صاحبك الشاب يفوت على بيتنا مثلا غير لما إختك ما تكون موجودة أو إختك ما تكون أخدة راحتها. في كتير تفاصيل كانت موجودة عندنا أيام زمان ما بعرف إذا بعض البيوت لسه محافظة عليها أو لا. في تصرفات كمان قبل كنت تسترجي مثلا الدخنة أمام أبوك أو أميك. طبعا ولهلأ في ناس ما بتسترجي. اليوم منشوفه نحطين الإرقيل عادة بالبيت. والفيب وآه وبابا عمللنا إرقيلة. نرجع لنقطة البداية اللي بدينا منها بأنه التربية هي الأساس. والعيب عيب. مالنا مختلفين. العيب ما بيتغير. نحن اللي منتغير. العيب عيب بيضلو طول عمره عيب. ولكن نحن يا منخلي العيب يصير عادي يا منخلي العيب يضلو عيب. المترجمات لكي قبل ترجمة نانسي قنقر. اشتركوا في القناة